الرواية بتصنف من أشكال الروايات الواقعية السحرية والحقيقة أنه الواقعي لما فيه جزء واقعي في عالم السحر وفي عالم الخيال لما بيترحوا الكاتب ده أحياناً كمان بيساعد القارئ على أنه يرتبط أكتر بالرواية ويرتبط أكتر بأبطال الرواية ويبقى عايز يعيش حكايتهم ويعايز يعرف تفاصيلهم وحكايتهم هتخلص إزاي وإيه اللي هيحصل في الآخر بقى شكلها إيه الرواية الواقعية السحرية من وجهة نظرك والمعادلة دي لما بيجي الكاتب يعملها بتعملها إزاي وبتبقى إيه المعايير اللي في بالك علشان تقدر تخلي حكاية خيالية فيها قدر كبير من الخيال ومن السحر بس كمان أنت عايز تربط القارئ بتفاصيل أبطالها وبحكاياتهم كأنهم ناس حقيين شوفي هي دي الصعوبة شوية في الواقعية السحرية بتختلف عن روايات الفانتازيا أو الخيالية في روايات الفانتازيا إحنا بنخلق عالم وبنوجد له قواعد معينة القواعد دي خارقة للطبيعة فبنخلي أن البشر تطير في الهوى والزمن يعدي وقت ما إحنا عايزين يعدي بالشكل بنخلق قواعد معينة فالقواعد دي بنمشي في خلالها فالحلول الدرامية بتلاقيها سهلة مش صعبة يعني تقدري توجدي حل درامي لبطل بيتعرض لموقف معين بأنه فجأة يطير في الهوى فيبعد عن الناس اللي بتهاجموا مثلا ده حل فانتازي خيالي لكن لما تيجي توجدي الواقعية السحرية جوة الواقع فانت مرتبطة في الأول وفي الآخر بالقوامين الفيزيائية والطبيعية الحياة نحن العادية فأنا لما وجد حاجة خيالية في وسط الواقع أنا لازم أبقى مضطر لإني أمنطقها في كل الرواية يعني أبقى حتبدأ حاجة خيالية حصلت في البداية لكن في النهاية لازم تنتهي بشيء منطقي يصدقه القارئ يعني لازم أحترم عقله يعني أنا مش هوجده حاجة عشان يصدقك كمان عشان يصدقك ويعيش مع أبطال الحكاية بتاعتك طبعا لأن في الآخر خالص أنا لو طلعت له في الآخر حل خيالي خزعبلي كده يبقى أنا في الآخر يعني كأنني تزنقت في حتة ومعرفتش أطلع فأروح تكاتب أي حاجة لا هو لازم في الواقعية السحرية إحنا عايشين في الواقع الطبيعي جدا بتاع الناس وعايشين حكايتهم كمان وعايشين مشاعرهم ومعاناتهم وألمهم وكل أحداث حياتهم بطريقة عادية جدا يعني الشمس بتطلع كل يوم في معادها والناس بتروح شغلها وبترجع بتركب موصلات محدش بيطير كل ده طبيعي جدا ولكن هو في حاجة واحدة ساجمنت معين كده في الرواية هو الخيالي عند شخصية أو عند شخصية شخصيتين مثلا في حاجة بتحصل عند الشخصية دي بس هي الخارقة للطبيعة فبالتالي بفضل ماشي معاه في الحدوتة بالشكل ده ولكن أنا في النهاية لازم أوجد للقارئ الحل أو السبب اللي خلى الحاجة دي تحصل أو أنا أتخيل أن هي حصلت أو أيا كان لازم في الآخر خالص أرجع تاني لنفس القواعد الطبيعية والفيزيائية للحياة العادية الواقعية بس هو ده الفرق بين أن أنا عامل رواية فانتازية فانتازية كلها أنا عامل رواية وقاية السحرية الواقعية السحرية أنا بحبها يعني لما بكتب ما ببقاش قصد أصنف أنا بكتب الحاجة اللي أنا حاسس بيها هي يعني الضفقة الشعورية اللي بيسموها كده فأنا بكتبها بالشكل ده أنا بحب القالب ده من الكتابة يعني أنا كل رواياتي كانت تقريبا ممكن تصنى فيها بنفس الشكل أنا بحب كده جميل